أهلا وسهلا بكم في مقرر الهندسة التفاضلية في المحاضرة الرقم 4 نتكلم إن شاء الله عن طول القوس ماذا نقصد بدالة طول القوس كذلك خصائص دالة طول القوس ثم نتكلم عن بعض الأمثلة لكيفية حساب طول القوس نبدأ بالتعريف ليكون لدينا المنحة الألفا معرف من I إلى R N المعرف بالشكل اللي هو الألفا T هو عبارة عن X1 T X2 T وهكذا إلى XN T طبعا نعرفنا سابقا متجه السرعة قلنا إنه عبارة عن المشتقر الأولى X1 T X2 T وهكذا نشتق بدلالة T كذلك دالة السرعة اللي هي طول طول هذا المتجه اللي هي الألفا شرطة T هو عبارة عن الزدر التربيعي لمزموع مربعات المركبات يعني X1 T وتربيع زاد X شرطة 2 T تربيع وهكذا إلى XN شرطة T تربيع اللي هي عبارة عن الزدر التربيعي لمزموع الألفا شرطة أو الألفا شرطة طبعا نسميناه أيضا متجه المنص أو دالة السرعة الآن يمكن تعريف معرف دالة طول القوس للمنحنى ألفا من 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 A إلى A T بالشكل S هي عبارة عن التكامل من الأي حدود التكامل من A إلى T ل الثالث السرعة اللي هي الألفا شرطة T T لو وصلنا منحنى دكان لدينا منحنى بهذا الشكل يكون هذا هو المنحنى ألفا طيب تخيل أنه لدينا جسيم جسيم يتحرك على هذا المنحنى مثلا سيارة عند النقطة عالي والنقطة هذه هي عبارة عن لما T تساوي إلى A وتحركت حتى وصلت إلى النقطة هذه إلى T إذن لكي نحسب المسافة التي تحركها جسيم أو السيارة من بداية من A إلى أن وصلت إلى A T إذن يمكن حسابها عن طريق هذا التكامل التكامل حدود التكامل من البداية إلى النهاية ثم نأخذ دالة السرعة سنستخدم بكثرة وهو S من هيلة مشتقة لأ الباشر بطي لدي T إذن هذا هو تعريف تعريف دالة القرص ما هي خصائص دالة القرص دالة طول القرص أولا دالة طول القرص تفاضلية دالة طول القرص تعتبر ماذا تفاضلية أي يمكن اشتقاقها لأنه ال S هو عبارة عن التكامل يكون من صفر إلى T ألف شرطة T DT يمكن اشتقاقها بالنسبة اشتق بالنسبة إلى DT D على DT نعرف أنه التكامل هو تال الأكسية الاشتقاق والأكس فبالتالي يكون الناتج هو عبارة D S على DT هو عبارة عن الألف شرطة T ونعرف أنه الطول دائما ماذا دائما موجب إذن هي دالة دائما أكبر من الصبر وهذه راح نستخدمها بكثرة اللي هي D S على DT دائما تساوي الألف شرطة T هل نستخدمها الخاصية الثانية أنه Hoo السبب واضح لأن DS DT اكبر من الصفر. من واحد واضح انها اكبر من الصفر. وبما انها اكبر من الصفر هذا يعني انه نفس الدالة الاس هي دالة تزايدية. طبعا واضح من الرسم لما يكون لديك اي منحنة. والجسيم يبدأ بالحركة. الجسيم بهذا المكان يبدأ بالحركة. اذا المسافة اللي يتحرك هدها لما تبدأ بالزيادة. هنا ماذا لمشى 5 متر 10 متر 20 متر وهكذا. كلما تحركت على منحنة. اذا يعني ان المسافة تزيد. طبعا بما انها تزايدية هذا يعني ان لها وهذا يعني ان لها معكوس. اي دالة تزايدية يعني لها معكوس. وبالتالي يمكن التعبير عن تي كدالة في في الاس. يعني انه تي رح تساوي الخاصية الثالثة اذا كان اذا كان طول المماس او متجح المماس يساوي الواحد لكل تي. يعني الطول دائما ثابت يساوي الواحد عندها. الاس ماذا يساوي. ناخذ الاس من صفر الى التي للالفا شرطة تي. تي تي. لما يكون هذا المقدار مساوي للواحد. اذا بالتالي لمن كامل سيكون الاس وعبارة عن التي. اي ان البارامتر المستخدم هو طول القوس. وبالتالي لازم نعرف هذه من الاشياء المهمة لما اعطيك تمثيل اي اي منحنة. ممثل برامتريا. الفا تي تساوي اكس واحد اف تي مثلا اكس اثنين اف تي. لازم نعرف هل التمثيل البرامتر المستخدم هل هو طول القوس ام لا. هل الاس يساوي تي. اذا راح تعرف لما تحسب متجة المماز او دالة السرعة وتحسب كم تساوي اذا كانت مساوية للواحد اذا راح تعرف انه تي هذا المستخدم هو نفسه الاس. طيب الان. راح نحل بعض الامثلة عن كيفية حساب طول القوس. نأخذ المثال الاول. مثال واحد. يكون لدينا المنحنة المعطاب الصيغة الكارتيزية يمكن كتابتها بالتمثيل البارامتري بالشكل الفا. وهي عبارة عن تي تربيع و تتكيب. طبعا لو رسمناها ستكون بالشكل التالي. هذه الواحد تربيع تساوي اكس تكيب. طيب الان نوجد اوجد طول. طول القوس. ممكن الغيف نقول في البداية هل المنحنة منتظم؟ طبعا الحل. عشان نحسب المنحنة منتظم ام لا. قلنا نحسب الارفا شرطة تي. نحسب متجه المنحنة او متجه السرعة. اللي هي تساوي اثنين تي وثلاثة تي. طبعا متى يكون المنحنة منتظم؟ يكون منتظم عندما يكون المشتقة الاولى اللي هي متجه المماس لا تساوي المتجه السرعة. لكن لاحظ لاحظ عندما التي يساوي الصفر. لو عوضنا عن التي بالصفر تصبح لا الصفر. اذا نستنتج اذا المنحنة غير منتظم عند التي يساوي صفر. ومع يعني منتظم على الار ناقص صفر. طبعا المشكلة في عدم الانتظام لانه لدينا عند الصفر والصفر الزاوية هذه. اللي تسمى بالانجليزي يعني زاوية حادة. بهذا الشكل. وبالتالي يكون من الصعب ايجاد ميل المماس. لماذا؟ لانه لدينا اكثر من. هذا اعتبر ميل. هذا اعتبر ميل. وبينهما ايضا ما لنهاية من الميول. او من المتجهات المماس. وبالتالي متجه المماس ليس وحيدا وبالتالي تعتبر لدينا مشكلة في تحديد المماس. وبالتالي يكون المنحنة غير غير منتظم عند النقطة اه عندما تي تساوي تساوي الصفر. طيب الشيء الثاني الان نحسب القوس طول القوس. علشان نحسب طول القوس نحتاج الى الالفا شرطة تي. ناخد مربع الاول. اللي هو اربعة تي تربيع زاد. مربع ثلاثة تي تربيع اللي هو تسعة تي اس اربعة. طبعا بمكاننا ناخد تي تربيع من المشترك تطلع تبقى معنا اللي هو الاربعة زاد تسعة تي تربيع. لان نحسب طول القوس. الاس ماذا يساوي من صفر الى تي. لما نحسب من صفر الى تي. لطول الالفا شرطة. راح نعوض. القيمة هذي تسعة. تدر التربيعي. الاربعة زاد تسعة تي تربيع. بالنسبة لدي تي. طبعا التكامل سهل. بمكاني احسبه بهذا الشكل. تي. اربعة زاد تي تربيع. وسنص تلتي. الدالة مضروبة في مشتقتها. بامكاني بس اضرب في المفروضة المشتقة. مشتقة ما في داخل القوس اللي هي اتنين في تسعة ثمنتعش ارتي. المفروض انه. هنا الثمنتعش. واقسم على ثمنتعش. تصبح واحد على ثمنتعش. اربعة زاد تسعة تي تربيع. نص زاد واحد اللي هو ثلاثة على اثنين. ونقسم على الوس الجديد. لما نقسم. يصير اثنين على على ثلاثة. وبالتالي بعد التبسيط راح يكون واحد على سبع عشرين. طبعا نعوض حدود التكامل من صفر الى تي. نضروب في. اللي هو اربعة زاد تسعة تي تربيع. ناقص. ناقص تمانية. اذا هذه هي قيمة الاس. تصبح الاس دالة بدلالة التي. لانه اصلا من حدود التكامل هنا نكاملها بالنسبة الى التي. طبعا في السؤال لما قلت اوجد طول القوس حنا راح نحسبها من صفر الى من تي تساوي الصفر الى الى اي تي. بس لما اعطيك الى الحد. الى اصبر الحد السفلي والحد العنوية فبالتالي بمكانك اا توجد. الحل كان عدد لانك راح تعوض مكان تتيب. اا بقيمة الحقيقية. ناخد المثال الثاني. اللي هو الالفا تي تساوي اي كوسين تي. اي صين تي. بي تي. اللي هو اللولب. الحلز عيني. اخذناك المحاضرة المحاضرة الماضية. الالفا شرطة. نحسب الالفا شرطة. تي. ماذا يساوي. سالب اي. صين تي. وبي. الالفا شرطة. تي. ماذا يساوي. نزدر التلبيه. اي تلبيه زائد بي تلبيه. اذا. الاس من صفر الى التي. عبارة عن تكامل اي تلبيه زائد بي تلبيه. دي. تي. طبعا واضح. لما نكامل هذه راح تكون عبارة عن ثابت. فبالتالي راح تكون. هي تلبيه زائد بي تلبيه. تي. لما نحوض بحدود التكامل راح تكون نفسها. اذا طلع عندي انه الاس هي عبارة. ندالة في التي. كذلك يمكن حساب قيمة التي كدالة في الاس. يعني انه نعبر عن التي كدالة في الاس. هي. انها تساوي. اس. على الزدر التلبيهي. اي تلبيه زائد بي تلبيه. وبالتالي. يمكن. اعادة. تمثيل. المنحنة. باستخدام. طول. القوس. كيف يمكن اعادة تمثيله باستخدام القوس. يعني. احنا كنا نكتبها بالشكل عب. الفاظ تي. ماذا يساوي. اي. كوسين. تي. و. اي. صين. تي. و. ب. تي. تي. يمكن. اعادة تمثيله باستخدام طول القوس. يعني. يمكن التعبير عن الاس. قيمتها بدلالة الاس. يعني. انشيل. نعوض عن كل تي. القيمة هذه. نروح على تي. نمسح تي. ونعوض. مكانها. ب. اي تربيع زاد البي تربيع. نروح على تي. نشيلها. نعوض مكانها اس. على الاي تربيع زاد البي تربيع. نروح نشيل تي. ونعوض مكانها باس على. نروح. اذا. اعدنا تمثيل. المنحنة باستخدام طول القوس. طبعا لو حسبنا الالفة شرطة. وحسبنا طول الالفة شرطة. المكان تي رح يكون الاس. اللي هو طول القوس. دائما وابدا. لما يكون عندي. البرامتر اللي انا استخدمته في التمثيل. هو طول القوس. رح يكون طول المشتقة الاولى. مساوي دائما وابدا للواحد. يعني زي التمثيل البرامتري. اللي حسبناه. لما تحسب طوله. مليون في المياه. رح يكون المشتقة. طول المشتقة. ولمساوية للواحد. مليون في المياه. إذن علشان نعيد التمثيل باستخدام طول القوس. ماذا نفعل؟ أولا نوجد المشتقة الاولى. ثانيا نحسب طول اللي هو متجه المماس. طبعا المشتقة الاولى هي متجه المماس أو متجه السرعة. ثم نحسب طول هذا المتجه. ثم نوجد طول القوس. وهو الاس. ثم نكتب. ماذا؟ الاس. ثم نعود. عن قيمة. تي. في المنحنى. طرامتري. المنطق. أعطيكم مثال. لو كان لدينا. اللي هو الألفة. تي تساوي. أي كوسين تي. وأي صين تي. اللي هي عبارة عن. دائرة النصف قدرها العي. ومركزها الصبر والصبر. رقامة قعد التمثيل. باستخدام طول القوس. قد يكون التي هو الاس متى عندما يكون الطول مساوي للواحد. اذا اول شي نسوي. نحسب. الألفة شرطة تي. اللي هي سالب. أي صين تي. وأي كوسين تي. نحسب الطول. لما نحسب الطول. رح يكون. عبارة عن. جدر تربيعي. أي تربيع صين تربيع تي. زائد أي تربيع كوسين تربيع تي. ناخد الأي عام المشترك. يكون أي تربيع صين تربيع تي. زائد كوسين تربيع تي. الآن هذه مساوية للواحد. يبقى عندي الآي تربيع. اللي هو مساوي للآي. سأخذ. اللي هو. الآي نعرف. نقيمها. موجب. إذا الطول يساوي الآي. إذا الاس ماذا يساوي. التكامل من صفر إلى الت. اللي هي. اللي هي. طول المشتقة الأولى. في الدي تي. طبعا هذه واضح أنها تساوي الآي تي. يعني أن الاس يساوي الآي تي. ومنها التي تساوي اس على الآي. طبعا لو كان الآي مساوي للواحد. إذن رح يكون نفسه. تي يساوي الآي يساوي الآي. عندما الآي يساوي الواحد. طالب أن الآي لا يساوي الواحد. ممكن الآي يساوي الواحد. وممكن أن يكون قيمة مختلفة. فبالتالي عشان نعيد التمثيل. تي. بس نروح نغير. تي. تي. اس على. اي. وهذا رح تكون اس. على اي. رح نغير التي. ونكتب مكانها. الاس. إذن قعدنا تمثيل المنحنة باستخدام طول القوس. دائما. لما يكون التمثيل باستخدام طول القوس. رح يكون اسهل لنا على اساس كيف نحسب. اللي هي ثلاثية. ثلاثية الحركة. تي. والان. والبي. اللي رح نأخذها في المحاضرات القادمة. بالاضافة الى التقوس كرفيتشا. كل هذه من الاسهل حسابيا انه نستخدم التمثيل البارامتري باستخدام طول القوس. شكرا لكم.